اشتركوا في القناة التربية العلمية نموذج الأول في التربية العلمية اختبار الفصل الثاني طيب تماني الأول رتب مراحل تكاثر النباتات ذات الأزهار أولا نفج الأزهار وتحولها إلى ثمار تشكل البراعم الزهرية تشكل البذور داخل الثمار تفتح البراعم وظهور الأزهار ثانيا اختر الجواب الصحيح الرزنامة نظام يمكن للإنسان التموضع في الزمن التحرك في مكان خال من المعالم ثانيا يخلف الإنسان نفايات متنوعة للتخلص منها لابد أن ندفنها أو نفرزها تشكل البذور تشكل البذور هو آخر مرحلة أول مرحلة في التكاثر ثالثا اربط 12 شهرا دواران الأرض حول الشمس هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الرزنامة الميلادية والرزنامة الهجرية مولد المسيح عليه السلام دواران القمر حول الأرض نربط فقط الوضعية الإدماجية الماء هو الحياة يتوزع الماء طبيعيا في مختلف المناطق ويصلنا إلى المنازل عبر شبكة كيف يصل الماء إلى الخزان ثم إلى السكان صالحا للشرب اكتب فقرة لا تتجاوز ثمانية أسطر لتجيب عن هذا السؤال مروا للنموذج الثاني نموذج الثاني في التربية العلمية للسنة الثالثة ابتداء الجيل الثاني تمانين الأول لاحظ الصور ثم رتبها في الجدول عندنا النفايات نوعها مصدرها حالتها والخطورة هذا الصور تمانين الثاني أذكر نوع تكاثر النباتات التالية نبات البطاطا نبات البصل نبات الجيرانيوم ثالثا لاحظ الصورة ثم لون الجهة المضاءة بالأصفر والجهة المظلمة بالأسود ثم املأ الفراغ لتكون أشعة الشمس الأرض لا تتوقف عن الشمس هي الأرض الجهة المضاءة يكون الوقت والجهة الأخرى يكون الوقت وضعية الإدماجية تتكاثر النباتات الزهرية بوسطة البذور كما يمكنها أن تتكاثر بأنماط أخرى اكتب فغرة تتحدث فيها عن هذه الأطماط مع ذكر مثال لكل نوع نمر للنموذج الثالث النموذج الثالث اختبار الفصل الثاني لثالث ابتداء التربية العلمية نموذج الثالث لاحظ المخطط ثم أكمل البيانات ثانيا املأ الفراغ بما يناسب الرزنامة الميلادية أصلها وتتعلق بالأرض حول الرزنامة أصلها هجرة وتتعلق بدواران حول ثالثا أجب عن هذه الأسئلة اذكر المصادر المختلفة للماء ماذا تجلب للنفايات المتراكمة ما هي أنماط تكاثر النباتات ذات الأزهار الوضعية الإدماجية لاحظ الصور ثم عبر عنها لتكون فقرة لإظهار كيفية تخلص من النفايات المتراكمة نمر للتصحيح نموذج الأول نموذج الأول في التربية العلمية رتب مراحل تكاثر النباتات ذات الأزهار المرحلة الأولى هي تشكل البراعم الزهرية تشكل البراعم الزهرية هي الخطوة الأولى خطوة ثانية تفتح البراعم وظهور الأزهار الخطوة الثالثة نضج الأزهار وتحولها إلى ثمار خطوة الرابعة تشكل البذور داخل الثمار سؤال ثاني اختر الجواب الصحيح اختر الجواب الصحيح الرزنامة نظام يمكن للإنسان التموضع في الزمن يمكن أن يتموضع في الزمن الرزنامة نظام يمكن للإنسان التموضع في الزمن ثانيا يخلف الإنسان نفايات متنوعة لتخلص منها لابد من أن نفرزها حتى نتخلص من هذه النفايات لابد أن نفرزها أولا تشكل البذور هو آخر مرحلة في التكاثر واتشكل البذور آخر مرحلة لا لا آخر مرحلة مش آخر مرحلة في التكاثر تشكل البذور هو آخر مرحلة ثالثا اربط بالأسهم فقط رحوا للحل تاحا عندنا 12 شهرا رزنامة الميلادية طيب دورنا الأرض حول الشمس رزنامة الميلادية دورنا الأرض حول الشمس رزنامة ميلادية طيب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه رزنامة هجرية رزنامة الميلادية تتعلق بمولد عيسى عليه السلام والرزنامة الهجرية تتعلق بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودورنا القمر حول الأرض الوضعية الإدماجية هو شقع النفر الوضعية الإدماجية الماء هو الحياة كيف يصل الماء إلى الخزان اكتب فقرة تجيب فيها على الأسئلة كيف يصل الماء وكذا وتخزين الماء طيب يصل الماء إلى الخزان قادما من محطات تطهير الماء وتحلياته وبعدما تقوم بعملية تطهيره نضخه إلى الخزان الموجود في الأماكن المرتفعة ليبدأ منه ليبدأ منه توزيع الماء الصالح لشرب إلى السكان بشبكة أنابيب وتوصيلات يتحكم فيها صمام التحكم مرورا بالعداد الذي يسجل كمية الماء المستهلكة ثم ينتقل إلى حنفيات الماء طيب نمر للنموذج الثاني أولا لاحظ الصور ثم رتبها في الجدول النفايات النفايات هي قارورات عظام قارورة ماء ورق كارتون نوعها زجاج قارورة زجاج عظام بقايا أكل قارورة ماء بلاستيك ورق كارتون ورق مصدرها منزلي 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 الأوراق ممكن أن تكون صناعية حالتها كلها صلبة هذه حالة النفايات كلها صلبة الخطورة تسبب الجروح الزجاج يسبب الجروح تجد بقايا الأكل تجلب الذباب بلاستيك بالوراق يشويه البيئة طيب ثانيا أذكر نوع تكاثر النباتات التالية نبات البطاطا عن طريق الدرنات نبات البصل عن طريق الأبصال نبات الجيرانيوم عن طريق فسائل ثالثا لاحظ الصورة ثم لون الجهة المضاءة بالأصفر والجهة المظلمة بالأسود ثم ملأ الفراغ لتكون فقرة الأرض الأرض لا تتوقف عن الدواران الشمس هي التي تضيء الأرض الجهة المضاءة يكون الوقت الجهة المضاءة يكون الوقت النهار والجهة الأخرى يكون فيها الليل التلوين هذه الكرة الأرضية والشمس منها منها الضوء ومنها الليل بينها الوضعية الإدماجية وما شقالنا في الوضعية الإدماجية تتكاثر النباتات الزهرية بواسطة البذور كما يمكن أن تتكاثر بأنماط أخرى اكتب تتحدث فيها هذه الأنماط مع ذكر نوع لكل نماط تتكاثر النباتات ذات الأزهار طبيعيا بواسطة أعضائها مثل نبات البطاطا بواسطة الدرنات ونبات البصل بواسطة الأبصل ونبات الجيرانيوم بواسطة الفسائل نموذج الثالث نموذج الثالث أعطاونا رسم أعطاونا هذا الرسم قالك أكمل البيانات هذا الرسم نشوف أكبر مديرينه هنا طيب عدنا حنفية المنزل هذه حنفية المنزل بعد ذلك صمام التحكم كما يقولون الروبيني داري الروبيني عداد الماء الكونتير بعد ذلك يمر الخزان ثم بعدما الخزان يمر إلى محطة تطهير الماء ثم يصل إلى البيوت طيب تمارين الثاني املأ الفراغ بما يناسب الرزنامة الميلادية أصلها ميلاد المسيح عيسى عليه السلام وتتعلق بدوران الأرض حول الشمس الرزنامة القمارية أصلها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتعلق بدوران القمر حول الأرض دوران القمر حول الأرض ثالثا أجب عن هذه الأسئلة مصادر الماء هي مياه الأنهار والوديان مياه الأمطار المياه الجوفية مياه البحر تجلب لنا النفايات المتراكمة الأمراض والأوبئة خطر على الصحة تشويه لجمال المحيط والبيئة أنماط تكاثر النباتة الأزهار هي الدرنات الأبصال والفسائل وضعية الإدماجية فالنموذج الثالث لاحظ الصور هذه واكتب حول التخلص من النفايات وضعية الإدماجية كثيرا ما تنتشر النفايات في كل مكان في الأحياء وفي الشواطئ نتيجة تصرفات غير مسؤولة وكل هذا يشكل خضرا على صحة الإنسان وعلى المحيط لذا يجب علينا التخلص منها بوضعها في كيس القمامة وفي الحاوية المخصصة لها ومساعدة أحباب النظافة بالمساهمة في تنظيف الحي برك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة حتى يعطينا دعم واستمرارية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة